أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولي أن مصر صنعت تاريخا جديدا في مد شبكة الحماية الاجتماعية وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي قد أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة وصلت إلى 5.2% وذلك خلال العام المالي 2019-2020 تاريخ جديد لمصر مع برامج الحماية الاجتماعية هكذا وصف البنك الدولي إجراءات وجهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتشير دراسة البنك الدولي حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019-2020 إلى الإجراءات العديدة التي تبنتها الدولة ومن بينها دعم المعاشات والتمويل الميسر وتطوير العشوائيات ومنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها عوامل ساعدة على تعزيز وترسيخ السياسات العدالة الاجتماعية للدولة خلال السنوات الماضية الدراسة أشرت أيضا إلى تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات وذلك خلال 25 شهرا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن توفير السيول المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات ولفتت الدراسة أيضا إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحي الشامل ببور سعيد والأقصر ويجري الاستعداد لماد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء كذلك أسهمت المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي في تخفيف حدة تداعيات كورونا خاصة مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية كما نجحت برامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي في تحقيق مستهدفاتها وفقا لتقديرات البنك الدولي حيث بلغ حجم الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019-2020 نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي كلها أرقام تدل على أن الدولة تول اهتماما كبيرا بتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن توفير قدر من الحماية للطبقات الأقل دخلا